اشتركوا في القناة 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 فعلا معهم حق ترى الأعمال قليلة يعني ما عندنا كم من الأعمال اللي موجود في الدول الثانية مثل الكويت عرفت الحين الحركة مثلا متجهة على الدراما السعودية فالبعض ما يتقن الأكسنت أو اللهجة السعودية أنا في كل جدر تخليني يعني كل اللهجات أتقنها ما عندي مشكلة فهذا يمكن اللي هو حجمهم وحددهم وخلهم مثلا ما يشتغلون في باقي العمل لكن كمان أنت بفترة من الفترات تحجبتي واعتزلتي كمان ما أعتزلت بس تحجبتي تحجبت تحجبت وكنت تشتغلت أسر شي على ما جاء ساعة الصفر أنا كنت اشتغلت وأنا محجبة ترى أي ما أسر الحجاب ما أسر علي أبدا ولا أني أنا لأنه تخليت عن الحجاب لأنه مثلا أعمالي قلت لا أنا كنت أشتغل وأنا محجبة ساعة الصفر خيانة وطن كنت محجبة كنت محجبة تحجبت ممكن كنتي يعني من أي سنة تقريبا تذكر 2016 و2017 يعني فهذا يمكن هذا أثر كمان على الأدوار اللي بتاخديها أو يمكن أو شي من النوع لا والله أنا اشتغلت أربع خمس أعمالي يعني خلال سنتين كمسلسلات يعني هذا شي جيد جدا عرفت يعني ما أثر أنا ما أعتبر أنه أثر علي بس هو يحجم الدور إيه يعني يحجم شغلك أنت كفنان إيه ونظرة المجتمع الفني والوسط الفني إذا واحد يحجب يعني يعتزل لا في ناس تحجبوا ومستمرين وقاعدين يشتغلون بيك بيفتكروا أنه خلص هذا بتقلل الطلبات عليك طيب تحجبتي ورجعت شلتي لحجاب يعني هذي القصة ما عم تدرج كتير شو اللي صار يعني ليش تحجبتي أو شو اللي صار شلتي لحجاب أنا أقول لك يا هلي الأمانة يعني أنا متابعة الوسط ومتابعة الزميلات والفنانات اللي تحجبوا وتراجعوا عن هذا القرار كل حد إلى أسبابه لارتداء الحجاب مرأتي بحالة اكتئاب أو مرض أو شي معين خليك تتقرب من الله أو شي يعني أنا كان لي سبب اللي هو وفاة خالي الله يرحمه أثر فيني جدا لأنه خالي يعني كان مقرب جدا إلي وكان مريض في الكانسر ولحظة وفاته أنا كنت قاعد أكلمه على التليفون وكان عنده أبرة لازم يأخذها فقال لي إذا أنت تحبيني قولي لهم لا يعطوني إيها خلص خلص خدوا يرتاع إيه فأنا اللي يسمع يعني أهلي يسمعون كلامي يعني فكلمتهم قلت لهم خلص لا تعطوا الأبرة يعني أنت ساعدت بالموت الرحيم أنا ما ساعد في الموت الرحيم الأبرة هاي ما راح تعيشها الأبرة هذي مسكن لألمه وكان عندنا ردي الدكتور قال لي عندك شهرين وراح تتوفى فيه مع الموت الرحيم ممكن إيه ممكن بس هاي الأبرة موش هي موت الرحيم هاي الأبرة هي مسكن ألم والألم شيء قريب إلى علاية بالموت الرحيم لا لا لهذه الأبرة مسكن ألم والألم المريض هذا ألم المرض هذا يفوق المسكن اللي هو قاعد يأخذه فماعد خلص يعني وخلال الفترة هذه خلال ساعات توفى لأنه كان قاعد يقاطع الأكل والشرب نهائيا لمدة 19 يوم تقريبا لا مي ولا أكل ولا شيء فكنت تواصل معه باستمرار فالعلاقة اللي اللي إحنا كلنا نخاف من الموت كلنا لأننا نكون مو مستعدين ما تعرف أنت لازم تعيد حساباتك والصفي جدولك وتقول أنا شنو سويت كتوبة يعني أنه تكوني مثلا يعني قبل الموت تكوني يعني أنت بتخافي تموتي كلنا وأنت هيك إذا أنت مزعل أحد زين وباشر بيوم القيامة والحساب اللي مزعلة يوقف قدامك أنا ما بحد يوقف مؤمنة مؤمنة لهذه الدرجة يعني وبتحسي بهذا الشيء وبتحسي أنه أنت عم تعمل شيء غلط هلا أنا ما عم بعمل شيء غلط بس في عندنا أمور كثيرة إحنا لازم يعني لو حد يعني لو قال لك أنت باشر تموت أو بعد أسبوع تموت شو راح تسوي في هذا الأسبوع الحمد للضميري منك لا لا أجد لا شيء مرعب أنت لما تكون أنه أنت فعلا مستعد لهذه المواجهة مستعد لهذه اللحظة أم أنت بتستعدي لهذه اللحظة لا أم نوت رجي حسنا لا! لماذا في العمار؟ لكن غدا جاء من العمل أ أصيب عن م MERYAM أو عالية مريم خمس سنين وعليه 13 سنة صغير كم مرة زواجتي مرتين بنت من الزواج الأول والثاني من الزواج الحمد لله رب العالمين شرعيك بمشروع الزواج فاشل جدا كررتي مرتين فاشل جدا مشروع الزواج موش لأني معي أنا اعتبرها هي شراكة فاشلة جدا والله كنت عيشي بلا رجل أكيد أكيد أنا امرأة طول عمري مستقلة طول عمري قوية ولله الحمد وهذا يمكن لي خوف الرجل من عندي على فكرة لأنه مرة قوية وقادرة أني أربي بناتي الحمد لله أنا الحين أربي بناتي بروحي أنا الأم والأب تمثيل بكفي أنك تربي بناتك إيه في عنديك مدخول تاني؟ ما عندي مدخول ثاني ولا عندي مشاريع ثانية بس الحمد لله أنا بشغلي مجدولة نفسي لأنا لا عايشة طبقة غنية ولا عايشة طبقة الفقيرة خافة من المستقبل أو الأيام اللي جاية أنه شو تعملين؟ أو يمكن مثلا أنت بشت مسلة ما هو عم بحوش الحين عم بحوش للمستقبل المستقبل القصير عربت الله يطول بعمرك يا ربه بتدلك إن شاء الله ألا رشاش رشاش في ناس بتلفزوا رشاش هل تلفظه رشاش؟ هو رشاش؟ يش معنى؟ هو رشاش؟ لا 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 أجزم لك لا أجزم لك لا أجزم لك لأنا كنت أقول رشاش هو طلعه رشاش بس العمل ما شاء الله كسر الدنيا يعني عمل ضجة كتير قوية وصار يعني بطل لأنه تكنيك تكنيك جديد كان على المشاهد عرفت الشوان من من الصورة من الإخراج من التمثيل من الأكشن اللي موجود أنا صحقت للأمانة جدا أنا صحقت يعني أنا كنت أشوفها بعين المشاهد ما شاء الله هلها الدرامس والسعودية ضحشة جدا واختطاف ومسلسل اختطاف أنا في الاختطاف بصغيفة كمان وسلسل رائع فظيع أي بالضبط شو عندك شيء جديد صعودية خبرينها شو في شيء عمل أوي حينزل كويتي اللي هو كف ودفوف يعني شوف كان عندي رشاش بعد رشاش الاختطاف بعد كم من يوم رح يعرض عمل شجون شجون الهاجري ملاك رحمة كيف حسيتي العمل والله يباشر تشوف أنا ما أتابع لدراما أنا أتابع بعض المقاطع اللي تنزل على السوشيال ميديا في مقطع نازل لها أذهلتني أذهلتني فيه المقطع اللي هي ترقص فيه جميل جداً الأمانة كان رائعة قاعد أشوف حس ممثلة ميل عيدان حطت حطت مقطع لها لو مقطع يمكن للفنان يصابرين لا نبيل عباد نبيل عباد نفسي قالت فرق بين السورية لا علاقة لا حرام بالعكس هذا مجهود ممثلة يعني الركصة هذه اللي هي قدمتها حس ممثلة قاعدة أنا أشوف طير مذبوح الطير يرقصه مذبوحا من الأمية للأمانة قاعد أشوف طير مذبوح قدامي قاعد يرقص لأن النهايتها هي راحت على السرير وقاعدة تصيح وتجهش بالبكاء عرفتوا شلون الانتقاد أحيانا ما رد يكون للفنان لازم يندرس احنا وصلنا مرحلة أنه قاعد نسوي إجنور اللي يقولون اللي يقولون أهم شي أنت مقتنع باللي قاعد تقدمة في عندك جمهور حاب وفي جمهور ما نرضى لكل احنا للأمانة بس ما عاد النقد ذاك اللي هو قاعد يأثر فيك أنت كفنان عرفت وين هم النقاد على فكرة منه عندنا ميل عيدان بس اللي قاعدة تنقد الأعمال وكلها يعني نقدها هدام كل الانتقاداتها هدامة يعني ما فيهم قال أمدحت تعرف المشهد هذا شكثر أخذ وقت لتنفيذه شكثر أخذ وقت وجهد للممثل عشان تدخل الحالة وتقدمها في هات الطريقة ساعات تجين تهدمينه وتقارنين بينه وبين نبي العبايد وتخلين أنه السرية والسرة وغيرها لا حرام بالعكس أنا أعتبر أنه والله أي عمل يقدم أي مجهود نقول لهم يعطيكم العافية ما قصرته إذا إحنا عندنا وجهة نظر وجهة نظر هذه نقدر نوصلها بطريقة لأنه خلص العمل نعرض يعني نقدش ما رح يصلحها ما رح يعيد المشهد ولا يعيد رؤيتها هاي رؤية مخرج ورؤية كاتب ورؤية موثلة عرفت؟ خلينا نكون رحيمين شوي لأنه إحنا قاعد نضحق المجتمع علينا إذا إحنا قاعد نهدم وننتقد النقد جارح إحنا قاعد نضحق الناس علينا شوي ندعم بعض يعني منالك اللي توفي ألا وألا يوفي كرام شكرا يا علي أنا سعيدة أنه أنا شفتك اليوم صديق قديم عشرة عمر يعطيك العافية وأنت مبدع والله يسلمك شكرا لحضورك